بالفعل هتبدأ بالفعل مدير صندوق النقد الدولي في المراجعة الرابعة مع مسؤولين من البنك المركزي والوزارات المعنية ايه الهدف من هذه المراجعة و ايه المتوقع من هذه المراجعة طيب خلينا اقول ان احنا عندنا في البرنامج مثلا رفع الدعم عن الطاقة الكهربائية او رفع الدعم للتدريج عن الوقود او عادة توزيع الدعم في طبقات الحمالة المجتمعية او اجراءات سلسات النقدية معينة في تسديد النقدية علشان اقدر اسرع تدخم او في اجراءات في سلسات المالية او اجراءات في الاصلاح التشريع والهيكالية علشان الترخيص الصناعية والرخص الزهبية والاخره كل المنظومة الاقتصادية دي كلها لها توقيتات ولها اجراءات ولها ناس بتقوم بيها ووزارات معينة بتقوم بيها بيبدأ الصندوق يفضل يعمل مراجعات ايه اللي تم واللي تم في مدته الزمنية او اقل طب ايه اللي انت محتاجت جدوله اعادت جدولة وقته تاني يعني ممكن نقول مش هنقدر يعني بلاش نزود اسعار الكهرباء تاني لمدة اكتر من يعني بدلا ما كان عندي مثلا زيادة بعد اربع خمس شهور لا انا ممكن يكون بعد سنة او سنة ونص هجدول او اوسع الفترات الزمنية هوسع الفترات لحد ما اقضع تضخم في جزئية معينة هبدأ ايس ازاي اوصل لمنظومة اكمل البرنامج واوفر برامج حماية اجتماعية وهوسع التوقيتات الزمنية المتعلقة بتحريك السعر لاسعار الوقود او اسعار الطاقة هنا دي المراجعات المراجعات فيها ان انا بقوله امكن هي تصريح واضح جدا مديرت الصندوق بتقول احنا جايين نسمع قويس جدا مصر هتقول ايه جايين نسمع عشان نستوعب قويس جدا حجم المشكلة فيهن وده كان كلام واضح جدا مبالح ومن خلال السماع الجيد والتحليل الجيد للمشهد هنشوف احنا عملنا ايه وايه نقدر نرحله مرحليا سواء زمنيا او استحقاقات معينة في توقيتات معينة ليه لان احنا في مارس الماضي عملنا مراجعة مع الصندوق واعدنا مع الصندوق في خلال البرنامج الى مدى من 2016 رفعوا لنا القرض من 5 مليار من 3 مليار لل8 مليار دولار في مارس 24 وبالتالي فيه اتزامات على الصندوق وفيه اتزامات على الجانب المصري ومن ثم هذه الاتزامات علينا جميعا اللي تؤثر تأثير اخر وصعب جدا على المواطن المصري احنا لما بنحرك اسعار وقود بنلاقي عندنا تدخم بيرتفع 17 ونص في المية يبقى فيه حالة يعني عدم قدرة على التحمل من الجانب المصري والشارع المصري تحديدا او المواطن المصري ومن هنا احنا محتاجين نوصل لمعدة جديدة والمراجعة هنا هتوصلني لمعدة جديدة سواء زمنية او في يعني الاستحقاقات الخاصة بالسندوق او آليات البرامج اللي ممكن تطبق في هذا الصدد. طيب ازاي حدك شفت تصريحاتها مبارحة بتتكلم عن مصر وهل من خلال تصريحات حضرك بتتوقع ان المراجعة دي تكون مفيدة بالنسبة لنا؟ شوف انا عايز اقولك على حاجة بنوجهة نظر الشخصية يعني مفيش قدنا شك انه المؤسسة الامريكية ومؤسسات النقد العالمية وسندق الاتمان العالمية ويمكن قبلها بيومين كان عندنا تصنيف من مؤسسة الاتمان العالمية. فيتش. بترائب فيتش. بترائب وبعض المؤسسات بترائب وبتشوف قد انت عندك يعني ارتفاع في السورة النقدية ارتفاع في السورة الاجنبي. انت بدأت تاخد اجراءات محطة تسقف السورة العامة الحكومية اللي عندك. بدأت تتحرك على انك تدخل القطاع الخاص. تفتح فرصة للقطاع الخاص. تخلص الاتروحات الحكومية. بدأت تعمل لجنة لادارة الدين العام الخارجي. وبدأت تشتغل على بحث على بدايل عن الاقتراض المباشر مباشرة كل فترة. بدأت تشكل حوكمة للدين. بدأت تشكل ستطلع على الدين الخارجي. يعني فيه اجراءات حكومية كبيرة بتتعامل. لكن كل هذه الاجراءات مع طبعا زي ما قلنا قبل كده. الزيادة السكنية المتطردة مع ظروف الوافدين الموجودين. مع ظروف الجيو السياسية والخسارة السبعتاشة من دولارة نتكلمت عليهم. وخسار كتير جدا. بتأكد على انه الشاهد في المشهد الخارجي سواء مديرت السندوق او اي بساسة تمام. بينظر الى كيف ادارت الحكومة المصرية. هذه المرحلة الصعبة جدا للغاية في منطقة ملتهبة. يعني انت بتشتغل والنيران تحيط مصر من كافة الاتجاهات. هتحدث عن الجنوب. ولا تحدث عن الشرق والغرب. ولا تحدث عن الشمال. انت عندك ظروف اكتر من سنتين. مش ممكن اي دولة او حكومة تستطيع ان تسير بمية وعشر مليون ناسم. زائد عشر مليون ضيف. زائد ظروف نيران من جمال الاتجاهات. وتحقق نمو اقتصادي تاتة وتاتة من عشرة في المية. ومتوقع ان توصل الاربعة او اربعة واتنين من عشر وفق لقراءة الصندوق.